الحقيقة كمان ان محاربة الارهاب مش بس بالامن وقوات الجيش والشرطة اللي بيشتغلوا في حملة عسكرية قوية جدا ضد الارهاب في السيناء كمان مقاومة الارهاب عن طريق استقصال جذور الارهاب اللي موجودة معنا في الحياة وبقالها اكتر من 80 سنة انا هنا بتكلم عن الوجه الخفي لجماعات الارهاب وجماعة الاخوان المسلمين اللي كانت بتستطر في دور اجتماعي بتستطر وراء سطارة والقناع في دور اجتماعي ودور تكافولي ودور مساعدة للأهالي اسمه الجمعيات الاهلية انتوا عارفين ان بعد ثورة 30 يونيو وبعد فضعت سماية ربعة والنهضة الدولة شكلت جمعية جمعية او لجنة هي شكلت لجنة جمعية التي تشكل جمعية تؤسس شكلت لجنة لحصر اموال الاخوان من ناحية وحصر الجمعيات الاهلية التي يدرها منظمات وكوادر وقياهات اخوانية للعبث بالامن الاجتماعي المصري النهاردة غادة والي اللي صورتها على الشاشة امام حضراتكم اصدرت قرار بحل 12 جمعية اهلية في 3 محافظات واوضحت الوزير ان حل الجمعيات يأتي تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة لامور المستعجلة بحضر انشطة جماعة الاخوان وكل تنظيماتها وكل اشكالها سواء السياسية او الاجتماعية وبالتلات جمعيات اللي تم اغلاقهم النهاردة وصل عدد الجمعيات التي تم اغلاقها على مدار السنة ونص اللي فاتوا اسمعوا الرقم 545 جمعية 545 جمعية تم اغلاقها يعني 545 ايد تم اطعاها كانت بتعبث في الداخل المصري مصري